ايه رأيك في اللي بيعملوا الزمالك؟ احنا مبسوط انا ايوه الناشوة دي الناشوة دي انا فرحان على طول لان عشان ما نرجعش الورا كتير في كل الظروف دي دلوقتي نازمانك بلعب كرة بسالسة مم ممتعة اللي عيوة بتستمتع شوف يعني بيجهدوا وبيحربوا مثلا بشرف عشان ياخدوا الدوري لكي تحس انه عندهمش خصية ما عندهمش ضغط ايوه وده جاي من الدائرة اللي متمثلة مثلا من مستشار مرتضة وامير والفريرة واللعيبة وشكبالة فكله مفيش حد يطالع برا الدائرة دي صح وكله بيحاول يسعد الجمهير اللي بتيجي اللي عاملة طفرة رائعة وجمالية في المدرج طبعا خد بالك انه واعتقد حركة اتفق معايا يعني لو بصينا على الزمالك اول الموسم وسألتك وقتها تفتكر الزمالك هيعمل ايه الموسم ده هتقول لي لأ صعب ده لأخذ المركز التاني في الدولة يبهايل الكاس مش هيكسبه طبعا هيخرج من افريقيا بسهولة مش هيعمل اي حاجة يعني الموسم صعب لظروف الزمالك فترتين قد توقف اصابات لعيبة عايزة تمشي لعيبة مش مركزة مدرب حتى وقتها كان كارتنون مش في احسن احواله فالحال من حال لحال تماما ده زي ماقول حضرتك كريم الحالة الاولانية انا شخصيا ده رأيي معظم الناس اللي جان ومدرب ييجي عندا في المجلس اللي مشي وسابوا الزمالك على جنب طبعا كان لازم مفروض يتحسبه لما الأمور تحسنت وما تنصرى الصحيح بعد الانتخابات الشرعية كل الأمور تحسن صح لما شاكل مالية انا مستحقات مفيش شكوى من القيد من الإجهاد من الدور كل تلت ايام إصابات عايز قبل ما نروح لفريرة وكلمات كتير عن فريرة في نقطة كمان مهمة بصراعة في نادي الزمالك مش عايز أقول جديدة بس هي ما بتحصلش على طول فكرة انه الزمالك أكبر من أي حد انه لعيبة كبيرة هتمشي من نادي الزمالك طريق حامد هيمشي ميش محمد أبو جبل هيمشي فيش مشكلة أشرف بن شارق انت مش تجدد عادي في حاجة كده يعني أنا بشوفها في الزمالك أعتقد ده لي جزء كبير في اللي بيحصل دلوقتي بس ده ملف المستشار مثلا وأمير صح خدوا الدول الراجل قبل ما ييجي أو عرفوه ايه الوضع اللي موجود عليه الزمالك دلوقتي وإحنا جايين من ايه وكنا متأخرين وعندنا ظروف كذا 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 فالدرست ومن هنا طلع بعض ناشئين اللي أجادوا لأنهم هما كانوا موجودين بس لعبوا في الكاسر رابطة ومش عارف البطولات ايه في أسوأ حالات الزمالك أيوة فنقدر نقول مش عايز نقول الضغط عليه ممات ولأ الراجل ده وأمير ضلعوا الحاجة كسر عند الشباب أو الناشئين يعني مع النجوم اللي كانت موجودة مع المحترم بين شرقي ونجم اللي كملوا لغاية الآخر باحترافية وبعدين شكرا مع السلامة أيوة كل الأمور دي عاملت روح أو حالة من اللي الروح اللي هو الزمالك فوق الكل أيوة غير كل اللي كنا يبص نفسه وعايز يعمل حاجة نفسه ويسايف الزمالك فدي الفرق بين الفرق من المرحلة الأولية و المحارة التانية هو كل واحد حر أنت حر كلاعب تعمل اللي أنت عايزه بس هو أنت أكيد مش أكبر من نادي الزمالك وأكيد برضو أنه الزمالك مش هواف على أي لعب وقال لك أنه وقف على الكابت المحمد صلح وقف على الكابت الحاجة لا خلاص المقولة دي هي كريمة لغت بس اللي أنا كان صعبان علي إيه؟ أن اللجانة اللي جاية هي كانت جاية تحمي نادي الزمالك مش تدمر نادي الزمالك الملعبة اللي مشت واللعبة اللي راحت عارة واللعبة اللي اتباعت في صيغة اللي ما فيش فلوس لكن أنا ما جاء أمسك لجنة عشان أفيد نادي الزمالك مش هفيد نفسي ويقولوا لي ما فيش فلوس لازم أسيلي المكان وامشي فده اللي عطر نادي الزمالك كتير لغاية ما رجع أو رجعت الانتخابات والمجلس رشح نفسه والأعضاء انتخبوا اللي يصلح من هنا بدأ المصار الصحيح ناتجته ما شاء الله العبة اللي مشت من نادي الزمالك تفتكر لو أنت ما كانهم هيحسوا دلوقتي بندم أو زعل عشان لقل عشان الزمالك يعني خد كاس و هياخد الدوري ما اعتقدش لأن في بعض اللعيبة خلي بالك أنا عايز أقول حاجة بس أنا من حقي من حقي أن أنا خاف على مستقبلي طبعا و بص الماديات لكن لا أنكر فضل نادي الزمالك علي صحيح و أنت مشيت من هنا روحت هنا بالمبلغ ده اللي ربنا مقدره لك عشان كنت رعي في نادي الزمالك الحتة دي أو المشوار الصغير ده كان مؤلم لجماهير نادي الزمالك كان يبتزك في فلان و كانت بتشيره وبتهلله وبتفرح بيه فجأة لا عارف يحدد موقفه مع الزمالك أصبح الموقف معلق عيب أنت تعمل بكذا في ناس الزمالك أي أن كان مصلحتك لمر واحد أوكي ما فيش مشكلة بس قول من فترة بعيدة قوي أنا مش هجدد أنا مرتبط بنادي أنا مضيت أو وقعت في نادي عمر ما المستشار أو المجلس هيقول لك حاجة ندحقك ترجمة نانسي قنقر